من ساحة الحرية في قلب مدينة تعز وبهذه الهتافات انطلقت الشرارة الأولى للثورة الشبابية السلمية في 11 فبراير قبل 9 سنوات شباب تصدروا الصفوف حاملين هم الوطن وطالبين بإسقاط نظام فساد مستبد أنذاك خرجنا في 11 فبراير من أجل تغيير الوضع وتغيير الحياة المزرية التي كانت بحكم السلطة السابقة عفاش وجلتها تدخل الثورة الشعبية عامها التاسعة بعد أن أدت في انطلاقتها إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى هنا في مدينة تعز لوحدها ما ترك أسرهم شاهدة على الأحداث التي عصفت بمسار الثورة خصوصا عقب توقيع المبادرة الخليجية التي أعادت المخلوعة إلى الواجهة أو شكت أن هذه الثورة أن تنجح لو لا أن تدخل سياسي خارقي والذي كانت من ضمنها وقد تقاسم السلطة بمعنى أنه نصفين للثورة ونصف للنظام السابق وشركاه وهذه التي عملت على طعن الثورة من الخلف يأس وخضلان تواجهه أسر شهداء ثورة فبراير بسبب حرب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة والتي أدخلت البلاد في جحيم يصعب الخروج منه على المدى القريب الثلاثة السنوات الأولى من الثورة 2012 و2013 و2014 كانت هناك نقلة نوعية في مسار الثورة وكانت الثورة على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافه لكن انقلاب أو يوم النكبة الذي يسمى بـ 21 سبتمبر أتت التقضي على الأخضر واليابس وأصبحت ثورة 11 فبراير بالنسبة لنا كشهداء من المنسية في كل عام تمر ذكرى الثورة فتحضر معها الحسرة لدى أهالي الشباب مما آلت إليه البلاد بعد أن سكبوا دماءهم إيمانا منهم بضرورة التغيير وأملا في العدالة والمساواة والعيش الكريم ضحوا الشهداء بأروحهم وضحوا بدمهم على الفاضي مع أحد يعني محصناش فائدة ولا عملوا لنا حاجة إذن بقي وهج الثورة حاضراً ما إن يهدأ حتى ينبعث من جديد خصوصاً أولئك الذين انخرطوا في طريق الكفاح المسلح ضد الميليشيا الإنقلابية الغادرة مها علي قناة بلقيس تعز